يتواصل القصف المكثف على مدينة حلب بكافة أنواع الأسلحة مخلفاً قتلى وجرحة في وقت أعلن فيه أعلن فيه عن توقف المستشفيات عن الخدمة تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة منعوات مشاهد مروعة في حلب تظهر جثثاً مشوهة ومشاف تغص بالقتلى والجرحة سادت الأحياء الشرقية لمدينة حلب بعد أن قصفتها طائرات الأسد والطائرات الروسية بوابل من القنابل والصواريخ مركز الدفاع المدني في حي الصخور في حلب أكد إلقاء طائرات الأسد براميل متفجرة محملة بغازي لكلور أسفرت عن حالات اختناق بين المدنيين كما وثق ناشطون مسرع أسرة من ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال جراء استهداف الحي بغازي لكلور السام إدارة الدفاع المدني في حلب أفادت أن القصف على شرق المدينة خلف قرابة 300 قتيل ونحو ألف جريح ومفقود خلال الخمسة أيام الأخيرة من القتال مديرية صحة حلب ومنظمة الصحة العالمية قالت إن كل المستشفيات في شرق حلب المحاصرة الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة السورية أصبحت خارج الخدمة عاملون في الإنقاذ في مدينة حلب قالوا أنهم لا يجدون أكفانا كافية بعد يوم كارثي من الغارات التي قصفت آخر مرفق طبي لم يقصف من قبل في المدينة هذا ما ورد في صحيفة اندبندنت البريطانية التي أوضحت أن الغارة على مستشفى عمر بن عبد العزيز تعني أن جميع المرافق الطبية بحلب الشرقية قد تعرض لقصف المقاتلات السورية والروسية المستمرة منذ الصيف المنصر وأوضحت الصحيفة أن سكان حلب ناموا على أصوات وانفجارات البراميل المتفجرة وقذائف الهاون والغارات التي انهالت عليهم طوال الليل واستيقظوا على الحال نفسه التطورات على الأرض تزامنت مع زيارة المبعوث الأممي استفان ديمستورا إلى دمشق بحثا عن إنعاش محاولات السلام ليأتي الرد السوري من وزير الخارجية وليد المعلم الذي قال إن نظامه لم يلمس شيئا من ديمستورا يساعد على استئناف الحوار السوري وفق المعلم الذي عد أن المبعوث الأممي ربما ينتظر إدارة أمريكية جديدة أو أمينا عاما للأمم المتحدة للتحرك نعود الآن مشاهدين إلى تطورات في حلب السورية معي من جدة دكتور هشام مر وعضو اللجنة القانونية في الإتلاف الوطني السوري مساء الخير جاهز الضيف مساء الخير دكتور هشام دكتور هشام تسمعوني مساء الخير حياكم الله أنت والإخوة المشاهدين أهلا بك أنا عم أسمعك بوضوح مساءكم الله بالخير أنت والإخوة المشاهدين مساء النور بالنسبة لإستهداف المستشفيات تحديدا دكتور هشام استخدام برامين متفجرة محملة بغازل كلور تحت أي بند هذه الممارسات تدرج في القانون الدولي؟ بدون شك وفق المواثيق اتفاقية روما حكم الجناية الدولية استهداف المدنيين بأي وسيلة عسكرية يعتبر جريمة حرب فكيف إذا كان قصفا فكيف إذا كان استخداما لغازل كلور أيضا محرم كما تعلمين استخدام لكلور صدر قرار مجلس لمن بتحريمه وتجريمه فأصبح ما يقوم به النظام من استخدام غازل كلور جريمة تستدعي حسب قرار مجلس الأمن أن يجتمع مجلس الأمن ويتخذ قراره الذي سيستند هذه المرة لردع النظام إلى الفصل السابع من الميثاق بالعودة إلى موضوع جرائم الحرب استخدام البرامين المتفجرة استخدام كما قلت أي وسيلة من وسائل قصف المدنيين الموجودين حتى ولو كان حولهم جهات عسكرية يكفي استهداف المدنيين مجرد استهداف المدنيين كركن مادي لجريمة الحرب بالتأكيد هذه الجريمة طالما استهدفت المدنيين أصبحت جريمة أيضا ضل إنسانية يجب مواجهتها حسب قانون الإنساني الدولي بضوع حماية المدنيين أيضا يطبق في هذه الحالة أيضا المطلوب حقيقة لمجتمع الدولي تطبيق مباشر للقرار 2028 القاضي بوقف الأعمال العدائية ما يقوم به الآن الروس ويقوم به النظام السوري هو خرق واضح ومستمر بهذا الاتفاق في هذه الحالة لا نشهد أي بوادر طبعا تتعلق بوقف هذين الطرفين أو طرف النظام مع كل حلفائه لهذه الممارسات بهذه الحالة متى يطبق القانون؟ يعني حقيقة يبدو أننا محتاجين في الثورة السورية إلى عملية حملة حقيقة تضغط على المجتمع الدولي لا بد من أن ستبدأ هذه الحملة أو قد تكون بدأت وأنا أحدثك حملة على مستوى التواصل مع المنظمات الدولية الجامعة العربية الأمم المتحدة المنظمات الحقوقية مجلس الأمن أصدقاء الشعب السوري من أجل طرح مشاريع في مجلس الأمن التحرك خارج مجلس الأمن عبر جمعية العامة الأمم المتحدة اعتصامات وتظاهرات للجالية السوية في كل مدن الرئيسية في صنع القرار في العالم جينيف، بروكسل، نيويورك، واشنطن والأهم من ذلك هو محاولة تأمين الدعم المطلوب لصمود شعبنا السوري بالداخل لا بد من برامج، لا بد من إيصال مساعدات لا بد من حتى دفع المجتمع الدولي لإسقاط المساعدات بدون موافقة النظام كما نصعد هذا القرار مجلس الأمن بالحديث عن المجتمع الدولي وتحركاته المطلوبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة وصل إلى دمشق فيما يتعلق بهذا التكثيف للقصف على أحياء حلب الشرقية ووزير الخارجية الفرنسي أدان هذا التكثيف أيضاً تكثيف النظام القصف على حلب هل ممكن أن نلمس انعكاساً على الأرض لهذه الإدانات والتصريحات والمحاولات؟ يعني لنبقي احتمال التفاؤلنا قائماً على الرغم من أنه حدثت أمثال هذه الأحداث ولم يتم اتخاذ إجراء جدي ولكن هناك مبادرة فرنسية كما ذكرت هناك حراك للمبعوث الدولي في دمشق نرجو أن يصب حراك هذا المبعوث الدولي في هذا الاتجاه وقف القصف عن حلب وليس في اتجاه مشاريع للأسف قد لا يكون طرحها في هذا الوقت مناسباً أيضاً تحريك الملف في مجلس الأمن من الممكن جداً أن يساهم في هذه المساعدة سؤال أخير قانوني دكتور هشام لنستفيد من الوقت معك بسع ذني عن المقاطعة روسيا تقول أيضاً أنها تحدد إحداثيات الأهداف قبل القصف ما حقيقة هذا الموضوع على الأرض؟ هل ممكن أن يساعدها قانونياً في محاولة هذه وتكون محاولة للتهرب فيما بعد من المحاسبة أم لا؟ يعني في القانون هناك قاعدة تقول لا يجوز للمتهم أن ينشئ دليلاً لنفسه يعني هو الخصم وهو الحكم هو يقرر أنه حدد هذه المواقع وأنه حدد هذه الأحداثيات هذا كلام من يتهم وليس كلام من يدافع عن نفسه وهو المتهم وليس هو كلام جهة محايدة ليعتبر لا يقبل كلام الروس ما لم يصدر من جهة محايدة هذه المسألة خصوصاً الإعلام الروسي حتى الإدارة الروسية العسكرية والسياسية الحقيقة مصداقيتها أصبحت غير مقبولة بعد أن تحنت في الملف السوري بشكل كامل يعني إذا كان رئيس الروس ينفي استخدام أو يشك في استخدام النظام لغاز ديكلور أو حتى قصف قواف المساعدات الإنسانية كيف لنا أن نقبل هذه الذرائع التي يستخدمها الإعلام الروسي لمزيد نجرائم تخيلي أنه يحاول أن يقول أنا أقصف عسكريين نقول في القانون الدولي استهداف العسكري المدنيين أو المناطق المدنية ممنوع وهو جريبة حرب حتى لو كان هناك بعض العسكريين حولهم مستهدف بالزبط عسكريين أنا أشكرك جزيلاً على هذه المشاركة القيمة دكتور هشام مروى من جدة عضو اللجنة القانونية في الاعتلاف الوطني السوري ترجمة نانسي قنقر